اليوم رح حضر أطيب كيكة حليب كيكة التريليتشة التركية رح حضرها بطريقة سهلة رح أقلكن عكل البداء اللي ممكن تستخدموها خلونا نشوف سوا كيف رح حضرها أول شي للكيكة منحتاج أربع حبات من البيض ملعة كبيرة من البيكينب بودر ملعة كبيرة من الفانيليا وكوب من السكر ونبلش منضربهم على المضرب الكهرباء ونحن عم نضربهم نضيف ربع كوب من الزاة النباتة ومنضلع منضربهم لي حتى يفتح لنا الخليط مثل ما شايفين وهون منضيف كوب ونصف من الطحين ومنقلبهم تقليب لحتى يمتزج عندي الخليط وهون الفرن لازم يكون حامي على درجة 180 وهلأ بسكوبهم بالبيريكس أنا حطيت ورقة زبدي لتسهل علي القلب أو فيكن تدهنوا الأعلي هلأ دخلتوا على الفرن على الرف النص صاني أخد معي 25 دقيقة وطلع مستوي منقلبه بس يبرد شوي ما رح شيل الوش بس رح أعمل سقوب شوي غميئة بالنسبة لخليط التشريب أنا استخدمت 400 ملي حليب و200 ملي من كريمة الحلويات السائلة وملائتين سكر فيكن تستخدمه بس حليب فيكن تستخدمه بدل كريمة الحلويات السائلة أشطاء أو حليب مكسف محلة رح أكتب لكم يهون كلهم بسندوق الوصف وهلأ رح أضل الكريمة استخدمت ظرف دريم ويب أو كريم شانتين مع 100 ملي من الحليب البارد لازم يكون كتير بارد فيكن تستخدمه كمان كريمة الحلويات السائلة وهلأ رح أضيف الكريمة على الوجه وشيل ملعقتين للزينة لازم نملسة كتير منيح لحتى نضيف لوقت نضيف الكراميل يطلع مثل ما شايفين هلأ منحطها بالبراد ومنحضر الكراميل منحط كوب من السكر على نار عالي ما منحرك لحتى نشوف اللون البني على الأطراف وهلأ منبلش منحركها كمان بتضل هون النار عالي لحتى يدوب السكر بدنا نغمقه شي بسيط لأنه لوقت نضيف له الكريمة رح يفتح وهلأ قبل ما نضيف الزبدة منوطي النار ومنضيف الزبدة ملعقة كبيرة ومنحركها لحتى الدوب وبس الدوب عند الزبدة رح أضيف كوب من كريمة الحلويات السائلة فإنه يستخدم من بداله كوب من الحليب مع ملعقة نشا أو على البيت قشطة رح أكتب لكونيهم بسندوق الوصف ومنحرك دقيقة ومنطف النار بعد ما نضيف الكريمة هيك صار شكله طبعا بيجمد بس يبرد بس يصير بحرارة الغرفة منضيفه فوق الكيكة لا يكون صخن ولا بارد كتير لحتى يسهل علينا عملية الفرد فردته بكل سهولة بدخله على البرد نصف ساعة وبعدين منبلش من زي رح نعمل خطوط متل ما شايفين بالطول مو مشكلة إذا تعرجت شوية لخطوط ما رح يأثر على الشكل هلا بعد ما خلصت الخطوط رح أعمل بعود خشبة خطوط لتحت متل ما شايفين بعدين خطوط لفوق وهيك شكله النهائي صار جاهز متل ما شايفين شكله بشاهي وكتير مرتب هلا رح أقطعه لحتى أشيل معكم قطعه وفرجيكم ياها من جوا طبعا فيكم تزيدو كمية الحليب بس هيك طلعت مسأساة كتير منيح شايفين شربان الحليب وقسة فيه شوي تحت شكله كتير مرتب طبعا طعمتها انتو رح تجربوها وتقولولي رأيكم بتمنى تنال أعجابكم وألف صحة وعافية